طالما أنه نتكلم عن محبة عن المحبة فأي محبة أعظم مما أعلنت في الكتاب المقدس محبة الرب في الكتاب المقدس اللي بميز المسيحية عن سائر الأديان بتتميز المسيحية عن سائر الأديان طبعا بأمور كثيرة ولكن في شيء مهم جدا ألا وهو المحبة ولا أقصد أي محبة إحنا بنتكلم عن محبة إلهية تقدم ولا تحجم محبة إلهية مصدرها مصدر إلهي بغض النظر يعني إذا منستاهل أو منستحق أو لا نستحق فإذا ما هذا الذي يميز هذه المحبة أولا أحبائي المحبة في الكتاب المقدس هي طبيعة الله لما أراد الله يعني بعد من أوصاف طبيعة الله أنه الله نور الله روح ولكن طبيعة الله مكتوب أيضا الله محبة الله محبة وعلى فكر هذه التعبير لا تجدوا في أي كتاب آخر تحت الشمس إلا في الكتاب المقدس لأنه الله محبة يعتبر أعظم إعلان كما هو مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم هذه المحبة تعتبر أعظم إعلان محبة الله التي تعبر عن طبيعة الله طبيعة المحبة لا يوجد عقل يستطيع أن يصف أبعاد هذه المحبة سواء من عمقها أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو بعدها لو حاولنا نحط المحبة بكل اللغات وبكل الأوصاف البشرية لا نستطيع أن نصف هذه المحبة الخالدة هذه المحبة المقدسة هذه المحبة الإلهية التي أعلنت لنا في كلمة الله في الكتاب المقدس والتي أعلنت لنا من خلال شخص الابن ربنا يسوع المسيح فالمحبة هي طبيعة الله فمنذ وجود الله طبيعة المحبة فالمحبة لا تتغير لأنه هذه طبيعة الله الله محبة شيء آخر لازم ندرك طالما أنه الله محبة وأنه المحبة هي طبيعة الله هذا بيقودنا لشيء تاني أنه هذه المحبة مكتوب عنها أنه الله أحبنا قبل تأسيس العالم طبعا ممكن أفهم كل الأمور اللي بنتعلمها حتى سقوط الإنسان والحاجة إلى الخلاص ولكن أن أدرك أنه الله كان بحبني وبدبر الفداء قبل خلق السماوات والأرض وكل الخلائق هذه المحبة اللي أعلنت قبل تأسيس العالم أحبنا الله قبل تأسيس العالم وهذه المحبة مكتوبة عنها أحبائي هي محبة أبدية هذه المحبة كما يقول النبي إرمياء ومحبة أبدية أحبابتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة هذه المحبة لا متناهية غير متغيرة هذه المحبة لا محدودة لا بالزمن أو خارج نطاق الزمن فالمحبة منذ وجود الله طبيعة الله هي المحبة الله أحبنا قبل تأسيس العالم في رسالة بولوس الرسول بيتكلم في الإصحاح 3 والآية 19 مكتوب وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل من الله السؤال كيف نمتلئ إلى كل من الله في موضع آخر يقول لكي نصل إلى قامة من المسيح ولكن هم يتكلم عن المحبة الفائقة المعرفة كيف نعبر عنها كيف نفهمها كيف ندركها كيف نوصفها بأي لغة بأي اختبار بأي كلام إنها طبيعة الله كيف نصف طبيعة الله فالإنسان شوي تطراب ولكن مخلوق على صورة الله نفهم هذه المحبة من خلال إعلان الله في كلمته في الكتاب المقدس وطبعا قمة هذه الأوصاف كامل الأوصاف كامل الكمال والجمال والمثال في المحبة هو شخص ربنا يسوع المسيح مكتوبة تعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة شيء لا يعبر عنها شيء فوق الخيال فوق كل وصف كل تقدير لكي تمتلئوا إلى كل من الله اشتركوا في القناة